السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعجبك الفيديو بارك الله فيك ابن جي كل شيء زيان الحمد لله شكره لله اعجبك عمي الحاج بغد كنتعين معانا يسهل عين الله يا ربي يا ربي احنا عمي الحاج بسكين في واحد المين طاقة لنا واحد يا المراكس ايه؟ والاب ديالي سرا واحد البقعة ارضية نعم ومن بغى يبني فيها ما بغى وسعتوه البلان نعم اوه احنا هنه يمكرفين في الزفر والمنطقة والبغى وسيساعدونا المنطقة فيها التجهيز ولا منطقة عشوائية قريبة سويا المدينة ولكن اه في العربية ما فيهاش تجهيز اه لا اله اه لا الله دعيم عمي تهل علينا الله يا ربي يا بنتي يا ربي ابنتي اميما الله سهل عليكم يا ربي كريم ودعيم الوالد جالي حضولينا وشافي ومع امي ومع اخوتي وسهل علينا الله اللهم امين بنتي اميما الله سهل عليكم جميعا الله يفرحكم بنتي شكرا لك اميما السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله موسيقى وهذا مطلب مطلب انساكي شريبك على ارضية طبعا لابد اننا نلتزم بالقوانين الجاري بها العمل لما نحترم القوانين المتذاولة كنا هناك منطقة اهلة بالسكان فيها التعمير وكنا منطقة اخرى فلاحية وكنا منطقة اخرى مازال لم يصلها التجهيز يعني جميل اننا في بلد فيه القانون نحترم القوانين ونحترم التصميم غنفوز جميعا بمدينة جميلة مدينة متناسقة مدينة منظمة وذي القوان الجمالي تعود علينا جميعا بالنفع لكن ما مصير هؤلاء الفقراء لما القوش لامكانات بش يقدر يبني لماذا تلقى دائما تكاتر دي البناء العشوائي والمدن الصفحية في هوامش المدن الكبرى العام الاول هو الفقر لانك يقول هذا السكنة في الغالب هم سكان البوادي ومع الجفاف ومع قلة المياه ومع ندرة المحصول الدريكي كبرو والابكي يموت والارض الفلاحية تقسم على الولتاء ما كيبقى جبري هوالو دك النصيب فكيقول غا مشي المدينة كي مشي المدينة كيقلب على شخدمة كيلقى شخدمة بسيطة جدا إما أنه عساس وإما أنه كدف الراشة وإما باعي متجويل كيبغي يسكن من اللي كيسكن كيبقى يقلب يقلب كيلقى الكرة غالي فكيلقى بعض الناس خلال كيطوا تسهيلات في الهوامش تعل مدن لبقى أرضية ونصبوا بها واحد السكنة عشوائي ومن ثم راه وعيش بغي غير يعيش واحد مجموعة للمواطنين إذا بشيته عندهم في السكنة العشوائي كتقول سبحان الصبر اللي أعطاهم الله تعالى عيش في واحد وضعية مقهورة وبغي غير يعيش طبعا كتجي المقاربة الأمنية يقولوا بأن هاتش مخالف القانون وهاتش لا بد أنه خصوية تصلح المقاربة الأمنية هي نبغي أن نحترمها وكتكون مع المجرمين الذين يأكلون أموالنا بالباطيل أو الذين يعتدون نحن 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 نقاربة الاجتماعية المقاربة الاجتماعية التي لطالما نادى بها صاحب الجلالة حافظه الله ورعاه أن لا بد المنتخبين والأعيان دي المدينة والمسؤولين أنهم يحصوا بهذا الفقراء يحصوا بهذا المستضعفين أن التوحد فيهم ما بغي يعيش في الزنقة ما بغي يعيش في القرمود وفي الزنق ويعيش في مكان أشوائي حتى الحار ما عندهمش حتى واحد ولكن الفقر شكو اللي غينصفهم المفروض اللي غينصفهم هم المنتخبين المنتخبين اللي صوتوا عليهم في المدينة دور دي المنتخب أنه كي لعب دور الوساطة ما بين السلطة المحلية وبين الحكومة ما بين القطاعات المكلفة بالتنمية وللقوا حلول واحد الفترة في مغربنا العزيزة كانت حلول سريعة كانت واحد سياسة دي الإسكان وديل تدبير شؤول المدينة القضاء على دور الصفح والحمد لله محين بعيد وعدد دي الناس تم ترحيلهم وإيواؤهم من جديد ولكن يبقى دائما نقصان من اللي كنتم ترحيل دينهم كيرحلهم إلى أماكن بعيدة جدا كان لكي شعور بالنفي يقول لك خليني غير تم كان له سخ وكان ضيق ولكن كان العيش ركننا كل خبيز كان لقى لقمة العيش أما من اللي صيفتين بعيد جدا قطعتيني على البشار مواصلة غالية أو منعدمة أو شبه منعدمة ولقمة العيش اللي هي شحيحة جدا فقد قل الإنسان فيها عذاب كان بعض الناس لولا الصبر ولولا إيمانهم بالله ولولا علمهم بأن الدنيا فانية ولولا أنهم يستعدون للدار الأخيرة لكان الأمر أمرا عظيمة فهذه فرصة ونحن إن شاء الله مقبلنا الانتخابات مقبلة بمقال هاوالو هذه فرصة نبعد من السياسة السياسوية الانتخابوية ونعمل جميعا على إيجاد حلول عملية وإنسانية لفائلة هذه الفئات المستضعفة والفقيرة من أبناء الوطن وما أكثرهم من دالقة الآن أميمة من مراكوش أن الولد ديالها ربما بعد جهد جهيد شرى بقعة أرضية في النواحة دي المراكوش أكيد لو سولناه ربما خادش ورد ديال الوالدين وربما وفر دوير الزمان وشرها ديالبقعة بغي يبني لكن خسو يحترم القوانين ديالبني هناك لا بد أن تكون عندنا واحد المخاطب رسمي في كل إقليم أنه نقدم المساعدة للمواطن هذا المواطن ما بغى له بغي حق من حقوقه وهو الحق في السكن معروف في حقوق الإنسان إحنا في بعض الأماكن عندما بقنا في المرحلة الأولى دي الحقوق الإنسان كان قلبه الحق في السكن لا بد لكل مواطن باشيشعر بالمواطن الحق مشاعر الشعار الزائف هو مكتسبات أنه عنده سكان لائق السكن اللائق فيه تهوية وفيه موارد النظافة وفيه كدو فيه كدو والغرف سبا غير الأباء على الأبناء والصالة دي الضيوف ونوافد للتهوية وتكون منطقة آهلة بالسكان وفيها صوق وفيها مدرسة وفيها حمام وفيها مستشفى وفيها تقريب المرافق العمومية للساكنة خس لابدت شي يكون ضروري ومستعجل هادي من أبسط الحقوق هادي ما نفكروش فيها وهادي خس لابد نقلب لها الميزانية ولو نخرجوها من فهم السبع الميزاني نخرجوها لأنه أبسط الحقوق عند المواطن حد فيه دول متقدمة فاتوا هذه الحقوق ولد الحكومة تقلب حقه المواطنين في السعادة عندهم وزير السعادة كان دول دات وزير السعادة المواطن عنده حق السكن وحق تمدرس وحق الصحة وحق التعليم ولكن طلب حق آخر أنه يكون سعيد فداره وزراء السعادة احنا بغينا ما زال غير حقوق بسيطة لهذه الفئة الضعيفة والمستضعفة بنتي أميمة أسأل الله تعالى يفتح لكم باب من أبواب الخير وباب من أبواب الرزق وأبواب من أبواب الكرم حتى يغنيكم من فضله وتلقوا السكن للحياة لهو قبر الحياة أسأل الله تعالى أن يوسع علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات آمين آمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله